السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونرحب بكم جميعا في شركة تطوير الخدمات التعليمية ونتمنى لجميع طلابنا وطالباتنا التوفيق والسلام اليوم عنوان درسنا هو عن الجبر المعادلة المئوية الجزء الأول من هذا الدرس لمادة الرياضيات الفصل الدراسي الأول للصف الثاني المتوسط في درسنا لهذا اليوم سوف نتعرف على المعادلة المئوية ما هي صيغتها وكيف يمكن أن تكتب وأيضا كيف يمكن أن نستعمل المعادلة المئوية في إيجاد الجزء وكيف يمكن أيضا أن نستعمل المعادلة المئوية في إيجاد النسبة المئوية وأخيرا كيف يمكن أن نستعمل المعادلة المئوية لإيجاد الكل إذن العنوان الرئيسي لهذا الدرس هو المعادلة المئوية وهذه المعادلة نستطيع من خلالها إيجاد الجزء أو النسبة المئوية أو الكل بداية مع المعادلة المئوية ما هي المعادلة المئوية؟ التعبير اللفظي لهذه المعادلة المئوية هو صيغة مكافئة للتناسب المئوي يتم التعبير فيها عن النسبة المئوية على صورة كسر عشري أي أن إذا كنا نريد أن نعوض عن النسبة المئوية في المعادلة المئوية لابد أن نكتبها على صورة كسر عشري ومثل ما نتذكر جميعا الكتاب على صورة كسر عشري يعني يكون العدد موجود في فاصلة عشرية طيب المعادلة المئوية هي الجزء يساوي النسبة المئوية ضرب الكل هذه مهمة جدا ويجب أن تحفظ لأنها نطبقها على جميع المسائل القادمة الجزء يساوي النسبة المئوية مضروبة في الكل ومثل ما ذكرنا في التعبير اللفظي النسبة المئوية ما نكتبها كما هي لابد أن نحولها على صورة كسر عشري ومن ثم نعوض خلينا نشوف المسألة الأولى إيجاد الجزء مثال أوجد 6% من 525 6% من 525 يعني يريد أن نأخذ فقط 6% من 525 أي أننا نريد جزء بسيط من 525 فكم يكون هذا الجزء؟ إذن ما هو المجهول في هذه المعادلة؟ هل النسبة المئوية؟ بالتأكيد لا لأن السؤال موجود فيه نسبة المئوية وهي 6% طيب من 525 525 تمثل الكل إذن المطلوب هو إيجاد الجزء إذن المعطيات عند النسبة المئوية 6% والكل 525 والمطلوب أننا نوجد الجزء عشان نحل هذه المسألة نستخدم المعادلة المئوية نص المعادلة يجب أن يحفظ نص المعادلة الجزء يساوي النسبة المئوية ضرب الكل الخطوة اللي بعدها نعوض في مكان الجزء ونعوض في مكان النسبة المئوية ونعوض في مكان الكل بداية مع الجزء الجزء ما هو الجزء فوق؟ نشوف نفس اللون الأحمر نلاحظ أنه مجهول إذن نضعه كما هو مجهول والنسبة المئوية كم؟ 6% والكل 525 الآن بعد التعويض جيم تساوي 0.06 ضرب 525 الآن يتساءل الطالب يستاذ النسبة عندي موجودة حسب المسألة 6% ولكن كتبنا 0.06 ليه؟ مثل ما ذكرنا أن التعبير اللفظي لابد أن النسبة المئوية تكتب على صورة كسر عشري طيب كيف نكتبها يستاذ على صورة كسر عشري 6% هي عبارة عن 6 على 100 كما أخذنا في الدروس السابقة رمز في المئة يعني على 100 هذا إذا قسمناه على بعض يصير الناتج 0.06 عشان كده ما كان النسبة المئوية عوضنا كم؟ 0.06 واضح؟ إذن الجزء كما هو والنسبة المئوية حولناها على صورة كسر عشري 0.06 والكل 525 الآن نضرب ونوجد قيمة الناتج إذن قيمة الجزء هي 31.5 إذن كما الجزء اللي هو 6% من 525 31.5 خلينا نشوف هذا التدريب ما قيمة 35% من 88 ما قيمة 35% من 88 نريد أن نوجد 35% فقط من العدد 88 يعني نبغى ناخده يا شي شباب نبغى ناخد الجزء إذن موجود عند النسبة المئوية وموجود عند الكل والمطلوب إيجاد الجزء المعطيات نسبة المئوية 35% والكل 88 والمطلوب أننا نوجد الجزء طبعا قلنا مع أي مسألة تختص بالنسبة المئوية أو الجزء أو الكل نستخدم المعادلة المئوية اللي هي الجزء يساوي النسبة المئوية مضروبة فيها الكل طيب كم نضع مكان الجزء؟ مجهول موجود عندنا بالأحمر النسبة المئوية بالأخضر 35% والكل 88% ولا ننسى عند التعويض لابد تحويل النسبة المئوية إلى 0.35 كيف جات 0.35؟ قسمنا 35 على 100 يطلع الناتج 0.35 عشان كده مكان النسبة المئوية كتبنا 0.35 وممكن يا شباب نختصر الموضوع إذا كان الرقم إذا كانت النسبة المئوية من خانتين مثل هذا المثال فإننا مباشرة نحولها نكتب 0.35 أما إذا كان خانة واحدة نفس المثال السابق 0.6% فإننا لابد أن نضيف صفر آخر فيصير 0.06 مثلا لكن في هذه المسألة الناتج كان 0.35 لأننا قسمنا على 100 طيب الآن بيضرب 35 من 100 ضرب 88 إذا ضربناه يطلع كما الجزء 30.8 إذا كم قيمة الجزء في هذه المسألة 30.8 وهو عبارة عن 35% من كم من 88 إذن عشان نوجد الجزء استخدمنا المعادلة المئوية في إيجاد الجزء ولا ننسى أننا نحول النسبة المئوية إلى كسر 10 طيب في بعض الأحيان تكون النسبة المئوية أو الكل غير معروف نلاحظ عن المسألتين السابقتين ماذا كان ما هو المجهول الجزء لكن أحياناً تكون النسبة المئوية أو الكل غير معروف لذا نحل المعادلة المئوية لإيجاد قيمة ناقصة نستخدم مهاراتنا في حل المعادلات لإيجاد القيمة الناقصة إذا أحياناً يكون الجزء معروف والنسبة المئوية مجهولة والكل معروف فلابد أن نستخدم مهاراتنا في حل المعادلات لإيجاد قيمة النسبة المئوية وأحياناً يكون الجزء معروف والنسبة المئوية معروفة بينما الكل هو المجهول فأيضاً بنفس الطريقة نستخدم مهارات المعادلات في حل هذه المسألة خلينا نشوف هذه الأمثلة أولاً إيجاد النسبة المئوية الجزء الثالث من هذا الدرس السؤال واضح وصريح ما النسبة المئوية؟ إذن ما هو المطلوب أن نوجد النسبة المئوية؟ ما النسبة المئوية للعدد؟ 420 من 600 طيب الآن المعادلة المئوية فيها ثلاثة أشياء أو ثلاثة عناصر الجزء والنسبة المئوية والكل في هذه المسألة خلنا نأخذ المعطيات هل النسبة المئوية معروفة ولا مجهولة؟ مجهولة طيب 420 ماذا تمثل؟ الجزء أحسنتم و600 ماذا تمثل؟ الكل إذن المعطيات عندي الجزء 420 والكل 600 والمجهولة النسبة المئوية الآن نستخدم المعادلة المئوية المعادلة المئوية هي الجزء تساوي أو يساوي النسبة المئوية مضروبة فيها الكل كم نكتب مكان الجزء؟ 420 كم نكتب مكان النسبة المئوية؟ مجهولة وكم نكتب مكان الكل؟ 600 إذن الآن نعوض مكان الجزء 420 مكان النسبة المئوية مجهول ورمز لانها نون ممكن ترمسين أو صاد ما يفرق ومكان الكل هو 600 الآن أصبح عندي معادلة فيها مجهولة اللي هو النون طيب كيف أنا أحل هذه المعادلة لو نتذكر في دروس المعادلات السابقة كيف كنا نتخلص من 600 لأننا نريد أن نوجد قيمة نون فعشان نوجد قيمة نون لازم نتخلص من جميع الأرقام الموجودة في طرف نون يعني ماذا يفصل بين الطرفين علامة اليساوي في طرف النون عنده 600 كيف تخلص من 600 وش علاقة 600 بالنون ضرب صح طيب كيف نتخلص من الضرب عكس الضرب اللي هو قسمة إذن نقسم الطرفين على 600 الآن ال600 راحت مع 600 المتبقي نون و420 قسمة 600 كمال ناتج 0.7 من 10 إذن نون تساوي 7 من 10 طيب نلاحظ أن السبع من 10 جات على صورة كسر عشري إذن بما أنها ظهرت على صورة كسر عشري لابد من تحويلها إلى نسبة مئوية طيب كيف نحولها السابق؟ بالضرب في 100 عشان نحول 7 من 10 على شكل نسبة مئوية نضربها في 100 إذن 0.7 في 100 يعطينا الناتج اللي هو بالنسبة المئوية 70% واضح؟ إذن في هذا المثال كتبنا المعادلة المئوية وعوضنا وحلينا المعادلة بالتخلص من 600 ووجدنا قيمة النون ولكن آخر خطوة نضرب الناتج في 100 عشان نصير على صورة نسبة مئوية خلينا نشوف هذا التدريب من نسبة المئوية؟ إذن المطلوب نسبة المئوية من نسبة المئوية للعدد 25 من 625 إذن أول معطى عندي الجزء 25 المعطى الثاني الكل 625 والمطلوب أن نوجد النسبة المئوية قلنا نستخدم المعادلة المئوية الجزء يساوي النسبة المئوية مضروبة في الكل طيب كم نكتب مكان الجزء 25 مكان النسبة المئوية مجهول مكان الكل 625 إذن الخطوة الثانية التعويض 25 يساوي نون ضرب 625 الآن إش المشكلة عندنا في هذه المسألة؟ نريد أن نتخلص من الرقم الموجود مع المجهول اللي هو كم يا شباب؟ أحسنتم 625 فكيف نتخلص من 625؟ لاحظ أن هنا في بينهم علامة ضرب عكس الضرب ماذا؟ قسمة إذن لابد أن نقسم الطرفين وليس طرف واحد لابد أن نقسم الطرفين الطرف الأول على 625 والطرف الثاني أيضا على 625 إذن الطرف هذا راحة 625 مع 625 متبقينون وهنا عندي 25 على 625 كما ناتج 0.04 هل انتهت المسألة هنا؟ لا لأن المطلوب النسبة المئوية فلابد أن نضرب هذا العدد في 100 لاحظ أن الإجابة ظهرت على صورة كسر 10 لذا لابد من تحويلها إلى نسبة مئوية بالضرب في كم في 100 فضربنا هذا العدد في 100 فتحركت الفاصلة خانتين على اليمين فسار العدد عندي كم 4% خلينا الآن نتعرف كيف نوجد الكل أيضا بنفس الطريقة اللي كنا نوجد فيها النسبة المئوية سوف نستخدمها عشان نوجد الكل خلينا نشوف هذا المثال ما العدد الذي 52% منه يساوي 65 يعني بمعنى آخر نقول لك ما هو العدد اللي إذا أخذنا منه 52% منه هذا الجزء اللي أخذناه كان يساوي 65 إذن ما هي المعطيات الموجودة عندي موجود عندي الجزء 65 وأيضا النسبة المئوية اللي هي 52 طب ما هو المطلوب أن نوجد الكل أيضا نستخدم المعادلة المئوية الجزء يساوي النسبة المئوية مضروبة في الكل الآن نعوض كم مكان الجزء يا شباب 65 أحسنتم مكان النسبة المئوية 52 طيب هل نكتبها 52 لا انتبه لابد أن نحولها على صورة كسر 10 بالقسمة على 100 إذن كيف نكتب تصير 0.52 أحسنتم والجزء الأخير الكل هو المجهول هذه نتاج التعويض 65 النسبة المئوية لاحظة 0.52 والكل رمزنا له بالرمز كاف ويمكن أن الرمز له برمز أخرى ولكن لأنه الكل رمزنا له كاف الآن طيب يا شباب كيف طريقة الحل ما هي المشكلة المشكلة أنه المجهول مع رقم طيب كيف نتخلص من هذا الرقم نقسم على نفس هذا الرقم على الطرفين فقسمنا هذا الطرف على 552 من 100 وفي هذا الطرف 52% هذه راحت مع هديش المتبقي هنا كاف و65 على 52% كم طلع الناتج 125 إذن كم قيمة الكل في هذه المسألة 125 خلينا نشوف هذا التدريب ما العدد الذي 75% منه يساوي 210 ما هو العدد الذي إذا أخذنا 75% منه هذه الـ 75% كان الناتج 210 معناته عند الجزء وعند النسبة صحيح إذن الجزء 210 والنسبة المئوية 75 والمطلوب أن نوجد الكل حنستخدم المعادلة المئوية الجزء يساوي النسبة المئوية ضرب الكل كم نكتب مكان الجزء يا شباب 210 كم نكتب مكان النسبة المئوية نتذكر لابد تحويلها 0.75 والكل مجهول الآن هذه نتائج التعويض نريد أن نوجد قيمة المجهول فنتخلص من كم من 75% بقسمة الطرفين على 0.75 الآن هذه راحة مع هذه وش المتبطي كاف و210 قسمة 75% كم يساوي 280 إذن كم قيمة الكل في هذه المسألة 280 طيب الآن كيف نميز ما إذا كان المطلوب من السؤال الجزء أو النسبة المئوية أو الكل يعني حيكون في حيرة في الأمر لكن الموضوع بسيط شوف الجدول هذا الجميل يقول لك إذا كان المطلوب الجزء كيف يكون تكون صيغة السؤال في الغالب ما قيمة مثلا 25% من 60 هنا نريد أن نجد الجزء طيب النسبة المئوية هذه واضحة دائما يقول السؤال ما النسبة المئوية للعدد كذا من كذا طيب كيف يكون الكل دائما يبدأ بصيغة ما العدد فيقول لك ما العدد الذي 25% منه تساوي 15 واضح إذن في المعادلة المئوية اللي هي الجزء يساوي النسبة المئوية ضرب الكل تساعدنا في إيجاد الكل وممكن نستخدمه في إيجاد الجزء وأيضا نستخدمه في إيجاد النسبة المئوية هذا ما كان لدينا في درس اليوم نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم معنا ونراكم بإذن الله في دروسين قادمة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا